إمتى؟ الأمور هترجع زي الأول حقيقة مش عارف أعمل إيه آه صح فعلا يلا بقى سلاح مالك هو أنت صحيتي ليه؟ أنا يا حبيبي اللي عايز أسألك نفس السعال ده قصدك السؤال مش السعال الله ينور عليك أنت بتعمل إيه هنا في الوقت ده؟ ولا حاجة أنا بس حسيت بانتفاخ هو ما تمشى شوية استنى أصل إنت يا تواري بيجي لك الانتفاخ ده لما بتكون متوتر أو يكون فيه أي حاجة مضيقاك ومعكنن عليك قل لي بقى فيه إيه؟ ما فيش حاجة يا أنجوري كله تمام روح إنتي نامي بس يلا يلا لأ لأ أنا مش هروح أنام إنت اللي فيه حاجة مضيقاك وهو بين على وشك إن فيه عندك مشكلة قل لي إيه هي؟ يا حبيبتي قلت لك ما فيش أي حاجة لأ فيه حاجة غلط قل لي يلا بحد مش بحد اسمها بجد يا حبيبتي قل لي نور عليك قل بقى يلا فيه إيه؟ أنا مش عارف ليه ساعات كده بتبقى عنادية معايا ليه عشان يعني أنا مهتمة بيك؟ طالما أنت مصممة فأنا هقولك بص يا حبيبتي أنا لما ابتديت شغل في بيع الملابس والهدوم والحاجات دي فاشتغلت ليه لنهار لحد ما بقيت راجل أعمال ناجح فتلاقي 40% من الناس في كمبور بيلبسوا من عندي وده طبعا كله جه بعد تعب كبير ده كله كلام جميل فين بقى المشكلة؟ هو في الحقيقة يا حبيبتي أنا طلعت رخصة مزورة للمحل علشان أقدر أوفر فلوس في الأول ما تبطلي بقى تقولي أنهار دي كل شوية أنا أصلا مرعوب من غير حاجة خلاص مش هقول أي حاجة يلا كمل كلامك المسؤولين بقى أصدروا قرار جديد بخصوص الموضوع ده طب وإيه هو القرار ده؟ إن كل أصحاب المحلات هنا لازم بقى يقدموا الرخصة القديمة للجهة المسؤولة علشان يطلعوا رخصة جديدة رقمية نشتغل بيها طب ما دي حاجة كويسة؟ أعمل إيه في زكائك المنتهي ده؟ أنا لو قدمت رخصة القديمة ممكن جدا أتحبس فيها أيوة صحي ما خدتش بالي علشان كده مش بحب أتكلم معاك في الشغل لأن مخك مش هيستوعب ده بقولك إيه سيبيني بقى ويلا روحي كمل نوم يلا روحي بس أنا مقدرش أسيبك لوحدك أنا مراتك لازم أبقى جنبك طب بقولك إيه؟ ما تروح لحضرة المروض وتحاول تتكلم معاه مروض إيه بس اسمه المفوض قلينا ورا عليك روحي تكلم معاه ماشي هتكلم معاه يمكن يقدر يساعدني بقولك إيه روحي كمل نوم وأنا هتمشى عيزاجي تمشى معاك لأ أخليك روحي نامي يلا بس ياتي وريك أنت متوتر جدا يا ستي أنا كويس روحي أنت نامي يلا عيزاجي معاك بس رعا ستي م drowned روحي معاه جدة عبدا روحي ويا